يسرقون أموال الشعب العراقي بتواطع ومشاركة من نخب وسياسيين وأحزاب حتى إذا كشف أمرهم وطالب المطالبون بمحاسبة الفاسدين الحكوميين قبض عليهم والسجن لفترات قليلة بأحكام مخففة ثم يطلق صراحهم ليواصلوا التمتع بما نهبوه من أموال لم ترد إلى مستحقيها من الشعب العراقي قصة فساد متكررة في عراق المحاسة الطائفية وسطوة الميليشيات حيث كشفت هيئة التقاعد عن اعتقال اثنين من موظفيها تسببوا بمنح رواتب تقاعدية لنحو 22 ألف شخص بأسماء وهمية دون وجهة عن طريق تزوير المعاملات الرسمية مقابل نحو 800 مليار دينار تقاضاها هذان الموظفا برلمانيون يقولون أن حكومة السودان غير جادة في استعادة رواتب التقاعد الوهمي على الرغم من تصريحات المسؤولين عن محاربة الفساد الحكومي واسترداد الأموال العامة مشيرين إلى أن مدير التقاعد السابق اعتقل وسجن ثم أخلي سبيله ولم تسترد منه أية أموال ما يؤكد عدم جدية الحكومة في هذا الملف الحيوي ويؤكد النواب أن مصطلح الموظفين الفضائيين في العراق والذي يشير إلى وجود موظفين وهميين يتقاضون أجرا دون وجه حق لهم في دوائر الدولة قد امتد وتوسع ليشمل كذلك المتقاعدين الفضائيين حيث عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية لأشخاص تصرف لهم رواطب التقاعد وهم ربما لم يكونوا يوما موظفين في أي من الدوائر الحكومية في العراق بل ربما غير موجودين أساسا ضمن سكان العراق هو الفساد الحكومي إذن يتمدد بأذرعه الكثير في مفاصل الدولة في العراق مدعوما ومسنودا بعملية سياسية فاسدة أسسها الاحتلال الأمريكي واستفاد منها النظام الإيراني وميليشياته بهدف السيطرة على حاضر العراق ومستقبله